التعامل مع السائح تمام دكتور أيمان الحقيقة ده فيه أنا بتصور يعني إنه فيه أكتر من محور تعامل مع السائح فيما يتعلق بالعملين في السياحة وأنا أعتقد إنه ده مش صعب إنه إحنا نعمله يعني لو جبت نموذج العامل في أي دولة من الدول الجاذبة للسياحة ونفرج الناس نشوف هما بيتعاملوا مع السائح إزاي يعني مش أقصد مش محتاجة اختراعات ده مشهد كده من أي مكان نقول له إحنا عايزينك تتعامل بدا مش عايزينه يتعامل بدماغه وتركبته عشان أنا الناس بتزعل ميني لما بقول الكلام ده السياحة ليها متطلبات ليها حتياجات لو أنت ما وفرتهاش مش هيجي لك سياحة هيجي لك سياحة محددة لكن مش هيجي لك كل أنواع السياحة مش كده ولا إياه رفيش كلام هو السقافة السياحية والوعي السياحي إحنا بنفتقده في مصر بالرغم أن احنا ربنا حابانا يعني بمناخ معتدل وشواطئ بطولها وعرضها زي ما احنا بنقول وأثار فريدة من نوحة مش موجودة في العالم كله وتلت أثار العالم في مدينة وهذا الكلام الحقيقي اللي سنمتلكه مصر هذه السروة السياحية الهائلة الحقيقة إلا أننا الوعي والثقافة السياحية غير موجودة فندل اللي فيه ناس أحيانا كتير بتكتب ده السوشيال ميديا يقولك إحنا المفروض نكون عدد السياح معدي عندنا صحيح عندنا بحرين وعندنا نيل وعندنا هرم وعندنا حاجات مش موجودة في العالم غير عندنا ومع ذلك بيروحوا سياحة في دول تانية وما بيجوش الكلام ده ما يزعلش بتوع السياحة كلام ده إحنا بنفكر مع بعض عشان إزاي نجذب أكبر عدد من السياحة الدول دي بقى بتعمل إيه مع السائح الناس بقى اللي بتشتغل في السياحة في الدول دي بتتعامل إزاي مع السائح ليه هما بيجذبوا ليه بيحببوا الناس في إن هما يروحوا هنا في حاجات بتطفش الناس في حاجة مهمة قوي لازم شعب مصر كل بعرفها طعم هي إن احنا قلنا إن السياحة يعني مصدر من الاربع مصادر بتوع الدخل القومي كلمة الدخل القومي دي المقصود بيها الفينوس اللي بتروح اللي مش اللي عاملين في السياحة بس لا غيرهم طبعا يعني أنا لما جنفق على السحة والتعليم وكل هذه برامج الحماية الاجتماعية بنائي اللي عاملين في السياحة بس واصرف عليهم من السياحة لا أنا باصرف على كل شعب مصر إذن فكرة إن السياح الأجنامي الشريك في الدخل القومي لازم دي تبقى جوانة لازم تبقى جوانة هو لو أنا اقتنعت بإنه السائح ده هو هيبقى مصدر لرزقي ورزقي غيري هتعامل معه حط فوق راس الناس بره بتشيل الناس فوق راس لإنه العالم كله بيعاني فكله بيحاول إزاي يستقطب يستقطب إزاي إن أنا ألاقي عندك إن أنا أبقى سائح مرتاح ما حدش يجي يعدل علي ولا يحط لي شروط إنه هيجي لك ليه صحيح هيجي لك ليه فإحنا محتاجين فكرة السياحة دي أنا شخصين لو يقولوا لي وزارة السياحة دي يقول لهم أنا نفسي وزارة السياحة دي تتخاص خاص خطع خاص يمسكها كلها يقل بحال الدنيا لأنه لازم العاملين في السياحة يبقوا عارفين هو مؤمن بفكرة السائح الأول صحيح يعني هتخليني أتكلم في الإعلام وأنا مش مؤمنة بالرسالته مش حقق نتاجي مش حقق نتاجي تبقى المسائل وظائف أسف عندك حق تبقى المسائل مين يقدر يعمل ده وهو ده اللي ما تروح في وثيقة ملكات الدولة إحنا بنقولي في وثيقة ملكات الدولة إن الحكومة لابد أمرها مكان التاجر شطر لابد إن الدولة تنحصر في العديد من الأنشطة وتتوسع فيها وتترك أنشطة أخرى أيه لأنشطة الأخرى دي بتحتاج إيه؟ تحتاج إدارة أكتر منها محتاجة عضلات وإمكانيات وكده خلاص أسيبها منها قطاع السياحة معاكل لنتائج كويسة ما نوصل إن شاء الله لنتائج مبهرة وحتخرج الحكومة بس مش خالص هتخرج نسبة كبيرة تسيبها للقطاع الخاصة يستثمر وبس ترائب إيه؟ مجردات الأمور وتوفر المناخ الآمن أنا موافقة إن هي ترائب يعني ترائب لكن يعني تخرج تسيب تسيب النشاط نفسك أرجوك أرجوك إدي العيش لخبازه عندك حق إدي العيش لخبازه ترجمة نانسي قنقر